السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هنكمل مع بعض الوحدة الثالثة في الدراسات الاجتماعية السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد الهدف من استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين هو تقليل تلوث الهواء اتنين أي من التالي يعد من مصادر الطاقة التي تحافظ على البيئة طبعا الرياح لأن الفحم والبترول للغاز الطبيعي مصادر طاقة غير متجددة وهي طاقة ملوثة للبيئة تلاتة لخفض نسبة التلوث تدعو الدولة إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين أربعة الطاقة الكهرومائية مولدة من المياه للحفاظ على المعارض الطبيعية للبيئة يجب علينا ترشيد الاستهلاك ستة مدينة صديقة للبيئة في مصر وبها متحف عن المنتجات الجلدية هي مدينة الروبيكي قرية الحرانية في الجيزة مقصدا لألاف السائحين لشهرتها بصناعة السجاد اليدوي أي من المواد الخامل آتية يدخل في صناعة النسيج هو القط الحرف التراثية تساهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل صناعة السجاد اليدوي تنتشر في محافظة نقط تنتشر في محافظة الجيزة حداشر المدارس والجامعات تقدم للمجتمع خدمات نقط خدمات تعليمية اتناشر أي من المؤسسات التالية تقدم الخدمات الصحية هنقول المستشفيات تلاتاشر قيام الطبيب بعمله في المستشفى يعد من الخدمات أربعتاشر اهتمت الدولة بالتطوير العمراني عن طريق إنشاء المدن خمستاشر يضمن دستور عام 2014 حقوق نقط حقوق الطفل وطفل زيلا الاحتياجات الخاصة معا ستاشر يمكن الاتصال بخط نجدة الطفل عند تعرضه إلى العنف سبعتاشر يحصل الطفل على التعليم المناسب فيه نقط بيحصل عليه في المدارس أي من الشخصيات الآتية حقق مراكز متقدمة رغم أحقاته البصرية هو طبعا طه حسين تسعتاشر الحرفة السائدة في البيئة الزراعية هي الزراعة عشرين تنتشر حرفة الرعي في المناطق الصحراوية بكده نكون أنت هنا من السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة السؤال الثاني ضع علامة صح أو خطأ السؤال رقم واحد مصادر الطاقة الحفرية تحتاج إلى فترة صغيرة لتكوينها في بطن الأرض خطأ مصادر الطاقة الحفرية تحتاج إلى آلاف السنين اتنين اطفاء المصابيح غير المستخدمة يعد شكلا من أشكال ترشيد استهلاك الطاقة صح تلاتة القاء المخلفات في النيل مفيدة خطأ طبعا القاء مخلفات في النيل مضر بن مهر النيل أربعة مبادرة اتحضن للأخضر تدعو إلى التوعية البيئية وزرعة الأشجار صح خمسة محطة الزعفرانة تولد الكهرباء من الشمس خطأ تولد الكهرباء من الرياح المجهولات الزهبية من الحرف اليدوية التي توجد في مصر خطأ الأطباق والسلال الملونة تصنع من الخوص صح صناعة الزجاج تتركز في شارع الخيامية بالأظهر خطأ بتتركز في منطقة الجراح الحرف التراثية انتشرت في مصر حديثا خطأ يصنع الخوص من أوراق النخيل صح تسعى الدولة إلى إنشاء الطرق والكبار وتطوير العشوائيات صح تهتف مبادرة حياة كريمة إلى الكشف المبكر عن مرض الالتهاب الكبدي الوبائي خطأ مش مبادرة حياة كريمة إنما يحملت مئة مليون صحة أهمل الدستور المصري حقوق الأطفال زاوي الاحتياجات الخاصة خطأ اتعمل لهم مادة في الدستور عام 2014 الالتزام بالقواعد والقوانين من واجبات الطفل صح للطفل الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياته صح الأنشطة التجارية تنتشر في المناطق السحلية صح 18 فرضت التكنولوجيا مهل لم تكن موجودة من قبل صح البريد المصري يقدم كرودة للمصريين خطأ اللي بيقدم الكرود هو البنك المركزي المصري الرغبات هي الأشياء التي نحصل عليها لنعيش طبعا خطأ مش هتبقى الرغبات هتبقى الحاجات كلما كل الاستهلاك اصدار الاقتصاد صح اصدار العمولات الورقية من مهام البريد المصري خطأ اصدار العمولات الورقية من مهام البنك المركزي المصري كانت حياته أحسين سهلة خطأ بدأ طلعت حرب حياته ككاتب صح طيب السؤال الرابع معنا صوب ما تحتوي خط رقم واحد محطة الزعفرانة والد الكهرباء من الشمس خطأ محطة الزعفرانة والد الكهرباء من الرياح تنصح الدولة المزارعين باستخدام الاسمدة الكيميائية للحفاظ على التربة خطأ علشان نحافظ على التربة المفروض الفلاح يستخدم او المزارع يستخدم الاسمدة العضوية ثلاثة تولد الكهرباء في محطة كهرباء السد العالي من الرياح خطأ بتولد من المياه رقم اربعة اتجه الدول العالم الى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والفحم خطأ عندي مصادر الطاقة المتجددة الرياح وعندي الشمس وعندي التربة خمسة صناعة الزجاج تم إدرجات من قائمة التراث العالمي خطأ صناعة النسيج أو السجاد اليدوي رقم ستة صناعة النسيج أكتم صناعة يدوية في مصر خطأ صناعة الفخار سبعة حملة 100 مليون صحة تهدف إلى تحقيق خدمات بيئية خطأ خدمات صحية تمانية توفر الدولة الأدوية والأمصال كخدمة بيئية للمواطنين خطأ كخدمة صحية تسعى المناطق السحرية تنتشر فيها حرفة الرعي خطأ تبقى المناطق الصحراوية رقم عشرة أسستاه حسين بنك مصر خطأ تبقى طلعت حرب طيب كده انت هنا من سؤال صوب ما تحته وخط في عندي سؤال حدد المختلف في المجموعتين التاليتين رقم واحد الشمس الرياح البترول المياه طبعا الخطأ هنا هيبقى البترول لأن الشمس الرياح مياه عندي مصادر طاقة متجددة البترول مصادر طاقة غير متجددة اتنين الفحم الغاز الطبيعي البترول التربة طبعا هتبقى التربة هي الخطأ لأننا عندي الفحم والغاز الطبيعي والبترول مصادر طاقة غير متجددة التربة هي مصادر طاقة متجددة اتنين صناعة السيارات صناعة الكتارات صناعة الفخار صناعة المعلبة هتبقى صناعة الفخر أربعة صناعة المشغولات الزهبية صناعة التطريص صناعة السيارات الخطأ هتبقى صناعة السيارات حدد المختلف في المجموعة الآتية الاسم المناسب المسكن اللائق المحافظة على البيئة التعليم المناسب طبعا الخطأ هنا هيفقى المحافظة على البيئة السؤال الرقم 6 صنف الصناعات التالية حسب المكان التي تتركز فيه طيب عندي قرية الجراح طبعا بيتركز فيها صناعة الزجاك عندي مدينة الروبيكي بيتركز فيها صناعة الجلوت عندي شارع الخيامية بيتركز بها صناعة الخيامية طيب السؤال اللي بعد كده من وجهة نظرك اقترح مهنة سوف تكون لها اهمية في المستقبل المفروض هنا كل واحد يشوف المهنة من وجهة نظره اللي شايف ان هي تبقى المهنة الموجودة في المستقبل هي ممكن نتكلم عن الروبوتات او مهندسين الذكاء الاصطناعي طيب صنف العناصر الاتية حسب الحاجات والرغبات الخبز بيتصنق بيصنف من الحاجات والرغبات طبعا بيتصنق بيصنف من الحاجات الذهاب الى الملاهي طبعا الرغبات الملابس من الحاجات التلفزيون طبعا رغبات المسكن المناسب هو من الحاجات وبكنا نكون انتهينا من المراجعة النهاردة وان شاء الله تكونوا استفدتم منها وربنا يوفقكم بإذن الله تطلعوا مجبورين من الامتحان